والأفكار الشخصية والإديولوجية سوف نحتفظ بها و ندفع عليها بكل شراسة فالمرأة التي تعمل خارج البيت لا تصلح أن تكون أماً لأولاده هذه فكرة و سوقي فيها ولا تريد أن تسبر بركات تتعبر على المستوى فما قلت شيئا نباتاتا أن المرأة لا تستطيع أن تعمل يعني النساء خلقوا واحد العدوة ما بين الرجل والمرأة ما هو المانع أن تقول الرجل أعطيني فلوس الحمان يعني اعتزلت هذا المجال هذا ديال اليوتيوب و ديال المواقع التواصل الاجتماعي باقيين من ساونيش حاجة وحدة هي أنني مبقيش كنا نظر في السياسة و إذا جاب الله شيء زوجة أخرى مرحبا بيها و أنا لم أقصد يعني خلق أي درجة فقط نشرت واحد تدوينه في صفحة ديالي ما كنت أتوقع أن تأخذ هذه الأبعاد كاملة يعني تحسبت لي واشا نظر مع الأصدقاء ديالي في صفحة ديالي و كذا حضرت على واحد الموضوع اللي كي يدروا عليه المغاربة كاملين كل واحد كي يدروا عليه بالطريقة دياله حضرت عليه بالطريقة ديالي و حطيت رأيي فيه و وقع ما وقع والتدوينة تدوينة واضحة جدا أي واحد يحمل هم الدين و يحمل هم تربية الأبناء تربية إسلامية و يبحث عن أم لأولاده اللي ستساعدوا على التربية الإسلامية فالمرأة التي تعمل خارج البيت لا تصلح أن تكون أما لأولاده يعني بكل بساطة و يعني حددت من موجه الخطاب والجاه الواحد باغي أم لأولاده باغي يربي أولاده تربية إسلامية باغي يوقف على التربية ديالي و يجيب لنا واحد الجيل يعني تمتع بواحد الأخلاق حسنة راكم عارفين الجيل ديالنا كيفيش داي را عارفين الأخلاق اللي كينا في المجتمع و خاتكون مربي و خاتكون قاريف أقوى المدارس أو أحسن المدارس في المغرب لا يعني أنك لديك أخلاق طيبة إسلامية فأنا عارف من نوجه الخطاب بعض الناس يعتبروني بحل لكي قلت أنا بأن المرأة لا تريد أن تكون خدامة باتحتا و بعض الناس يفهمون من التدوين أنني تقول أن المرأة لا تريد أن تكون متعلمة وهذه أحلام لهم فهمتين يحلمون كي قلت لي شيئا و يجاوبون كي يفعلون مغالطة رجل القش يدخلوا أحد رجل القش و يضربوه كيف تنقشوا شيئا ما لم أقلتها أنا أصلا؟ التعليم المرأة هذا أمر مفروغ منه المرأة خصوة تكون متعلمة شيئا ما سيقدر يقول العكس عمل المرأة تشري عليه الأحكام كاملة ديال العمل ممكن أنه يكون واجب على المرأة لنتخدم ممكن أن يكون مستحب ممكن أن يكون مكروه ممكن أن يكون حرام يعني على حسب العمل و أماكن العمل كذا فما قلت شيئا نباتا أن المرأة مخصوة تعمل هناك شيئا أخرى هي الزواج من المرأة تتعمل خدامة هذا قرار للزواج هذا موضوع آخر الذي أريد أن نقشه أو نقشه وكيف الموضوع الذي نقشه والذي يوجد فيه هذه التدوينة والذي هو الأمومة في ظل أن المرأة خدامة والراجل خدامة لأنه إذا كنت أن تكون خدام الدوام كامل من 8 إلى 6 عشية ومرأتك نفس الشيء وولدك فينها يمشي إذا لم تكن العائلة التي ستشده وإذا لم تكن العائلة لا يمكن أن تشتق فيها مئة في المئة ما حالة الإقتصاب؟ أصلاً أكبر عدد من حالة الإقتصاب الكبيرة تكون من الناس الأقرباء عندما نذهب إلى الحضانات ماذا يتوقع فيها؟ أنا هضرت على هذا الموضوع نقش هذا الموضوع ونقشه هذا الموضوع ونفذي هذا الموضوع أما تبقى تهربوا العمل المرأة أو تعليم المرأة لكن تنقشوا موضوع آخر أنا لم أطرحه هو البوز والدجة أنا لم أحاول أن أخلق الدجة لم أسعيت من أمورها لأنني نشرت التدوينة لم أطرحه لدجة نشرت التدوينة بأي منشورات يومياً كنت نشر منشورات وسألت القصة يعني أنا لم أتحدث أن أخذ هذا البوز ولكن البوز يتحدث عني هؤلاء الناس هم الذين يصنعوا البوز ليس أنا الذين يصنع البوز تعاملهم مع المنشورات والنشرها والاستهزاء بها والمناقشة الواسعة والتحقير والبوشة كل شيء هو الذي خلق البوز يعني ليس أنا الذين خلقت هذا البوز يمكن حتى إلياس الخليسي يعني ليس حال هذه يعني سنوات هذه كان يهضر في مواضيع بحال هذه كان هضرت على العلمانية هضرت على مواضيع المرأة الجمعيات النسائية هذو كنت يعتبروني عدو لهم فهمت يواخذين علي نظرة قديمة وخام من بعد أن يعني اعتزلت هذا المجال هذا ديال اليوتيوب وديال المواقع التواصل الاجتماعي مدة سنتين أو ثلاث سنوات بمحض إرادتي ومن بعد فشر جاءت يعني باقيين من سونيش يعني باقيين واخذين علي هذه النظرة وباقيين هذين في قلبهم من جيتي فعادي جداً أي شيء سنشرها بحالة أكيد أنه ستعود تحيئ ذلك الحقد وذلك الغل هذين هذين وليس حال هذه وإلياس باقي هو إلياس نفس المواقف التي كانت عندهم هذين حال هذه نفس الشخصية نفس الأفكار يعني لم تغيرت شيء يعني بالنسبة لي أنا الشيء الوحد هذين أنني ليس أثير من أفكار السياسة لا أظر من ذلك للمواضيع السياسات لا أظر من أن أثير منها نقدر السياسة لا أريد أن ندخل رأسي في أي شيء موضوع السياسي لا أريد أن نتعم وعمرني أن أثير للمواضيع السياسة لا أريد أن نتعم وأنا عندي واحد الرسالة في الحياة وأعمال جمعوية وأعمال خيرية التي لا يصلح لها أن تكون عندك علاقة بالسياسة فأنا كنت أحاول ما أمكن أن نبتعت على أي حاجة عند علاقة بالسياسة لكي تنجح لي هذه الأعمال الخيرية والأفكار الشخصية ديالي والإيديولوجية سوف نحتفظ بها رباقي هي هي وكتندافع عليها ومن حقي في حرية التعبير أن يندفع عليها بكل شراسة فهمت من حق أي واحدة أن يدفع عليها بالطريقة التي كتبليها صحيحة وأنا كنت أستعمل الطريقة التي كتبليها صحيحة لكي نوسط الأفكار ديالي تنفي نفي قاطع جدا أنه ينزع ماشي طالق بين الزوجة ديالي أنا عايش حياة زوجية مستقرة الحمد لله سعيدة مع الزوجة ديالي مع الإبن ديالي وإلى جاب الله شي زوجة أخرى مرحبا بها بالنسبة للناس التي ينتقدون أنا ما عندي صراحة ما نقول لي وما نقول لهم حاولوا تفهموا يعني ناقشوا الفكرة لأن أنا وخا قلت يعني رأى سوقنا هو سوق الجميع رأى كنقصد بها في ناحية الأفكار لا أريد أن ناقش شخص بوحده ونقول له أنت حياتك الشخصية كالديرادي 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 أنا كننقش الفكرة كاملة ديالعمل المرأة خارج البيت وعلاقتها بتربية الأبناء هذه فكرة وسوقي فيها وتانت سوقك فيها وسوقنا كاملين فيها وخصنا ناقشوها ولكن اللي لا يسوقك فيها هو أنك تجعلها في حياتي أنا شخصية وتسوي لي على مرأتي ولا تسوي لي على حياتي كيف عايش هذه سنظن لا يسوقك فيها بكل بساطة ونقش كما بغيت الأفكار وخلي عليك الأشخاص وخوض راحتك ولا بغيت تسبب براك وتعبر على المستوى ذلك وتعبر على الحالة ذلك النفسية عادي جداً ويا ترجمة نانسي قنقر ويا ترجمة نانسي قنقر